تعد مهنة الأزأ من أصعب وأخطر المهام في مجال المراكب والصيد ويعمل رجالها بضوابط محسوبة ودقيقة من محافظة دمياط نستعرض طبيعة هذه المهنة وحياة رجالها ليست باليسيرة يعملون بجلد وصبر لرفع وتنزيل مراكب الصيد واليخوت من البر إلى البحر أو العكس بهدف الصينة إنهم رجال المهنة الصعبة رجال الأزأ هنا في منطقة الطابية بمدينة عزبة البرج بدمياط مهد صناعة المراكب تشتهر تلك المهنة الأخطر على الإطلاق فإنزال المراكب إلى البحر أو إخراجها إلى البر ليست بالأمر الهين دمياط معروفة طول عمرها بأنها مركز لصناعة السفن وطبعا مركز لصناعة السفن برغم أن التاريخ كان أحيانا مع دمياط بتظهر كمينة عظيم عبر البحر المتوسط وحيانا أخرى بيتخذ منها الأضواء نحية اسكندرية أو غيرها من المواني إلا أن فضل الأزأ بتاعها والأزأ ده جماعة معناه يعني مكان صناعة السفن هكذا يبدأ العمل برص الفلنكات تحت المركب التي سيتم إنزالها إلى البحر أو إخراجها منه بل ويتم طلاء الفلنكات بالزيت لتيسير حركة المركب عليها صعودا أو نزولا ليواصل رجال الأزأ مهمتهم الشاقة حتى اكتمالها هنا كذا ورشة طبعا كل واحدة ماجي يعمل صيانة في المعدات حتة اللي هو صاحب المكان اللي هو باسترايق لحيو والمعدات اللي هي بتساعدوا على الصيانة إحنا شغلتنا دي طبعا شغلة شقة جدا إحنا بعد ما بنعمل الإنشاءات وبنصنع في المهنة اللي إحنا في الوقت حالية المهنة الأزأ الأزأ دي لابد من طلوع المركب كل سنة علشان ترخص الملاحة وعلشان الصيانة الدورية للمركب لو في حاجة عايزة تتعمل كده كده يعني الشغلة بتاعتني شغلة شقة جدا بس هي طبعا الوقت أسهل من الأول تقريبا بقالي 20 سنة فيها مصدر رزقنا الوحيد وفتح بيوت كتير ناس في أزبة البورج كتير في المجال ده في مجال الصياد والأزأ والمركب بتطلع كل سنة مرة بتعمل لها صيانة دورية للمرشمة والحشف تحت بتدين لها فوق وكده خلال هذا العمل الشاق تعلو صيحات حماسية من قائل مجموعة العمل التي لا تتخطى 16 فردا في بعض الأحيان لتسهيل المهمة الشاقة وإنجاز العمل المستعصي تمتلك دمياط 65% من أسطول الصيد في مصر سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر ولذلك استوطنت هذه الصناعة في عزبة البرج مع أكثر من 50 مهنة أخرى مساعدة لمراكب الصيد ولكن تبقى مهنة الأزأ هي الأكثر خطورة على الإطلاق وتعتبر مهنة الأزأ من المهن القديمة المهمة في صناعة وصيانة مراكب الصيد والإخوت حيث لا تستغني أي مهنة من هذه الأنواع عن هذه المهنة أو عن رجالها